بعد ان قدم العراق ما له وما عليه من التزام امام الشارع منفذا مطلبا جماهيريا بصناعة انتخابات مبكرة كانت خطوط الالتقاء بين رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان منتجة فاعلة ولم يتوقف رئيس الجمهورية برهم صالح منذ شروع بصناعة استحقاق تشريد للتمهيد نحو طريق البرلمان الجديد وانتاج حكومة تدعم ركائز البيت السياسي انجزت المهم بنجاح وتحققت وعود الرئاسات واستمر رئيس الجمهورية على خط الاستجابة وتحقيق المطالب حديث سياسي وطني بالجملة والتفصيل مع وجوه البرلمان الجديد من نواب مستقلين حيث اللقاء الذي وضعت فيه عنوين الاستحقاق الوطني الكبير والمرتبط بتطلعات المواطن وحياته العنوان الاول التأكيد على استقرار البلد وحماية امن المواطن التي تاتي كاهمية قصوى في برنامج رئاسة الجمهورية مثل ما هي الدولة العراقية عنوين الالتقاء على الطاولة العهد الجديد عززها صالح بلقاء وفد من المستغلين لتحقيق رؤية الشروع في اصلاحات واستكمال الملفات المتعلقة بالاوضاع المعيشية الخدمية وتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تعكس تطلعات العراقيين حراك رئيس الجمهورية الفاعل تعزز بلقاء متصل من حيث المبادئ السياسية والوطنية باستقبال الامين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري حيث جرى بحث مستجدات الاوضاع العام في البلد والضاري يحمل عنوانا ثابتا كذلك في صناعة عراق حر تعم فيه العدالة وسيادة القانون ويحفظ فيه حق المواطن رغم كل الظروف وعلى ذات النهج يمسك برهم صالح العصى من المنتصف للاتزان في كل القضايا سيما بلقاء الذي جمعه مع رئيس ديوان الوقف السني ساعد كامباش والذي عزز فيه ايضا توحيد الصف الوطني والانطلاق نحو حياة كريمة تحقق امال الشعب العراقي